النهاردة بتعلن وزارة الدفاع الروسية سيطرت قوتها على قعدة بالقرب من قرية رادنسك في مقاطعة خيرسون وطبعا احنا عارفين ان مقاطعة خيرسون لها اهميتها الاستراتيجية سواء اذا كان لدى الاوكران او لدى القوات الروسية اللي عايزة تسيطر عليها في بيان وزارة الدفاع الروسي قالت كالقاتي الجيش الاوكراني ترك معداته وما وقعه على عجل يعني ايه يعني ساب كل حاجة واختفى لافتة انه من بين هذه المعدات دبابات من طراز تي 64 و تي 80 ونقلات جنود ومدرعات يعني اسلاحة تقيلة طيب يوجد في القعدة مستودع للدخيرة وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وقزائف هون وحوالي اربعة ونص الف طن زخير مدينة خيرسون اللي حضرتك عاوز تعرف ايه اهميتها الاستراتيجية سواء اذا كان بالنسبة لاوكرانيا او بالنسبة لروسيا هي موجودة في جنوب اوكرانيا هي مينة مهمة على البحر الاسود وعلى نهر دامبر دامبر ده بالمناسبة هو اللي بيقسم اوكرانيا بالطول شرقا وغربا يبقى احنا كده فهمنا ايه اهمية مدينة خيرسون اللي تقع في هذا الجنوب الاوكراني مطلع على البحر الاسود يعني مينة شديدة الاهمية من ناحية تانية هي المدينة التي منها ينبع هذا النهر اقسف التي يصب فيها هذا النهر ومنها يتجه شمالا او منابع الشمالية فيقسم اوكرانيا بالطول شرقا وغربا افهمها انت بقى دي وبيعيش فيها حوالي 300 الف نسمة هي عاصمة يعني المدينة عاصمة لمقاطعة خيرسون طيب خيرسون دي برضو هي فين قولينا عم يوسف اقولك هي تقدر تقول كده ايه لزء الحط في الحيط مع شبه جزيرة القرم واللي سيطرت عليها روسيا سنة 2014 ثم جرى الاستفتاء بانضمامها الى الاتحاد الروسي بتعتبر خيرسون اكبر مدينة تسقط حتى الان بيد القوات الروسية اهميتها زي ما كنت بقولك هي انها بتقع على مصاب دهر دامبر بتطل على بحر اوزوف من الجنوب الشرقي بحر اوزوف طبعا هو المتاخن للبحر الاسود ومنه الى المياه الدفئة في البحر الابد المتوسط وبتطل من الجنوب الغربي على البحر الاسود نفسه بسيطرة روسيا عليها معناها انه روسيا تستطيع الان عبور نهر دامبر شمالا تتجه بالشمال اللي بيقسم اوكرانيا الى اتجاهين الشرق المتاخن لروسيا والغرب في اتجاه دول الاتحاد الاوروبي ومنها تستطيع حصار كييف ومهاجمتها من اتجاه جديد اه وصلتك الدنيا طيب بكرة لو كلنا عمر نشرح ده على الخريطة مع المستجدات اللي ممكن يأتي بيها الغد موسيقى